بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة السنوية العامة أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء كل سنة أنتوا طيبين سنة جديدة وجديدة علينا يا رب بكل خير وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير وعلى أبنائنا طلبة السنوية العامة خاصة بكل خير إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله هنبتدي مع بعض هناخد منهج البحتة هناخد فرع الجبر طبعا الجبر والهندسة الفراغية طبعا نتعارفين ده إيه فرع واحد الجبر والهندسة الفراغية مع بعض إن شاء الله ناخد مع بعض كده الجبر ونشوف بدايتنا طبعا نخد بالك إن أنت إيه الحاجات اللي في البداية في بداية الجبر الجزء الأول اللي هو بيتكلم على تبديل والتوفيق في مبدأ العد وفي بعد كده نظري الزات الحدين الموضوعين دول يعني مرتبطين ومتعلقين بمنهج انتخذت في سنة تانية اللي هو التبديل والتوفيق خدتها في سنة تانية برضو كده إيه يعني على الوش كده واخدت حاجات منها ما خدتاش بتعمق هناخد النهاردة إن شاء الله نبدأ برضو في التبديل والتوفيق هناخد خلفية عن اللي فات ونبتدي نكمل ونبني على اللي فات ونخش على المنهج بتاعنا إن شاء الله طبعا الموضوع بتاعنا اللي هو بيتكلم على التبديل والتوفيق في البداية هنعرف حاجة اسمها مبدأ وبرضو ده أنت كنت خدته السنة اللي فاتت فأنا أفكرك بيه يعني نبدأ كده الأول مبدأ العد طبعا كنا فهمنا السنة اللي فاتت يعني مبدأ العد اللي هو إيه عدد طرق اختيار شيء من مجموعة أشياء أو مجموعة عناصر من مجموعة كبيرة من العناصر يعني مثلا يجي يقول لي إيه أنا عندي مجموعة أرقام واحد واثنين وثلاثة واربعة من المجموعة دي عايزة كون عدد من رقمين مختلفين طيب رقمين مختلفين يعني فيه خانة أحد وخانة عشرات فأنا هكتب كده أبيقول لي هنا كون عدد من رقمين مختلفين يبقى أنا هعرف هنا فيه أحد وفيه عشرات طيب الأحد هناخد العناصر ممكن واحد ممكن اتنين ممكن تلاتة ممكن أربعة يبقى عدد طرق اختيار خانة الأحد أربع طرق طيب ماشي لو أنا جيت قلت لك أن أنا اخترت خلاص الواحد أنا بتكلم دلوقتي على الواحد بس في خانة الأحد طيب يجي بقى في خانة العشرات هو قال لي رقمين مختلفين خانة العشرات هحطي ايه هنخطي اتنين او تلاتة او اربعة طيب لو كنا أخدنا الاتنين في خانة الأحد هاخد الاتنين يبقى بفضل معي يمين اللي باقي واحد وثلاتة واربعة فاختار معها في العشرات واحد او تلاتة او اربعة طيب لو كنت أخدت في الأحد الرقم تلاتة يبقى هاخد في العشرات واحد او اتنين او اربعة طيب لو أخدنا في الأحد أربعة يبقى هاخد في العشرات واحد اتنين تلاتة أنا بعمل العملية دي طبعا هيجي أقول لواحد إيه أنت بتقطر أولا أقول لك بص خانة الأحد فيه كم عنصر أربع عناصر طيب كل عنصر منهم اشترك مع كم عدد مع ثلاثة يبقى الواحد خد ثلاث مرات يبقى واحد وعشرين واحد وثلاثين واحد واربعين هذه ثلاث مرات طيب اتنين مع الواحد بقت اتناشر واثنين وثلاثين واثنين واربعين التلاتة هيبقى كام ثلاثة مع الواحد بقت تلات عشر ثلاثة في الأحد واثنين في العشرات يبقى تلاتة وعشرين ثلاثة أحد واربع عشرات بقت تلاتة واربعين التانية آخر واحدة أربعة مع الواحدة أربعة عشر أربعة عشرين أربعة وثلاثين تعالوا بص كده أربع مجموعات كل مجموعة فيها تلات عناصر يبقى كده عندي كم عدد ممكن أكونهم أربعة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة في تلاتة يبقى عدد الاعداد بتاعتي كام هقول له هنا كده اذا عدد الاعداد المكونة هيساوي اربعة في تلاتة تعالى بقى نفهم دي كمان بطريقة تانية انا عايزة كون عدد من رقمين مختلفين من الاربع عناصر يبقى انت عندك اربعة هتكونهم اتنينات وروح تعملهم اربعة في تلاتة طيب مثال تاني برضو عشان نشوف تمهيد تاني بقول لي هنا كده ايه في المثال بتاعي كم عدد طرق اختيار طالب من بين ثلاثة طلاب انا اختار واحد من بين ثلاثة طلاب محمد ومصطفى وعبد الرحمن عايز اختار واحد منهم وطالبة واحدة من بين طالبتين يبقى انا عندي ثلاثة طلبة واثنين طالبات طالبتين هختار من طالبة واحدة طالبتين مين صحر وهدير طيب انا عايز اختار واحد من هنا يبقى اختار بكم طريقة هتقول لي ممكن اخد وياق محمد او مصطفى او عبد الرحمن يبقى اختارت كم طريقة بثلاث طرق طب اختار اختيار طالبة واحدة من الطالبتين واحدة من اثنين يبقى بطريقتين يبقى عدد طرق اختيار الطالب الواحد ثلاثة عدد طرق اختيار الطالبة اثنين يبقى انا اختارت ثلاثة ثلاثة في اثنين يبقى عدد الطرق هنا يسوي كام ثلاثة في اثنين يسوي كام ستة هتقول لي مش فهمها كويس هقول لك بص أنا عندي الطالب اسمهم إيه محمد مصطفى عبد الرحمن طيب الطالبات اسمهم إيه صحر وهدير محمد ممكن يبقى معه صحر ممكن معه هدير مصطفى ممكن يختار صحر أو هدير عبد الرحمن ممكن يختار صحر أو هدير يبقى أنا عندي هنا كل واحد اختار اختيارين طب هم كم واحد تلاتة تلاتة وكل واحد اختار اتنين يبقى تلاتة في اتنين هيسوي كم ستة طيب مثال تاني عدد مكون من تلات أرقام بحيث يكون رقم الأحد من العناصر تلاتة وسبعة يبقى أنت عايز الأحد كم تلاتة وسبعة تعال اكتب معي وحدة وحدة أحد وفي عشرات وفي مئات الأحد تلاتة أو سبعة طيب ورقم العشرات اتنين واربعة وتسعة اختار واحد منهم فممكن يبقى اتنين أو اربعة أو تسعة طيب لما نيجي نحط في خانة العشرات اتنين او اربعة او تسعة هتقولي طب ما هو التلاتة ممكن يختار الاتنين ويختار الاربعة ويختار التسعة طب والسبعة ممكن تختار الاتنين والأربعة والتسعة خدت بالك ازاي؟ كده طب لسه المئات المئات كام؟ قالك ورقم المئات من العناصر خمسة وتمانية خمسة وتمانية طيب ادي خمسة وتمانية طب ما هي ممكن اللي اتنين تختار الخمسة وتختار التمانية اللي اربعة ممكن تختار الخمسة والتمانية التسعة ممكن تختار الخمسة والتمانية الله يبقى هنا كده العنصر تلاتة في الاحد ممكن ييجي معاه في العشرات اتنين وفي المئات خمسة ممكن الاحد تلاتة العشرات اتنين والمئات تمانية يبقى الرقم كده كام؟ اكتب كده اتنين تلاتة اتنين خمسة او تلاتة اتنين تمانية اهو او تلاتة اربعة خمسة او تلاتة اربعة تمانية ايه ده بقى وانه عمل كده ده كله هنا في كل ده تعال بص انت عندك في الاحد كم رقم اتنين العشرة كم رقم تلاتة المئات كم رقم اتنين يبقى عدد طرق تكوين العدد اللي هو من تلات ارقام كم هيبقى اتنين اللي هو عدد ارقام الاحد في عدد ارقام العشرات في عدد ارقام المئات اتنين في تلاتة بستة في اتنين يطلع لي اتناشر رقم ممكن اكونهم بالطريقة دي عايز تجرب وتختبر الكلام ده امشي زي ما انا عملت كده تعال برضو مع السبعة والاتنين واعمل نفس الكلام ده شوف هيطلع لك كم رقم طيب الحاجات دي احنا عايزين نوصل بقى لطريقة معينة اللي هي بقى مش كل مرة انا هعمل الحاجات دي انا عايز طريقة معينة تقول لي مثلا انا ما تيجي تعمل كذا نعمل كذا مش هفضل اجرب طيب ده بقى اللي بنقول عليه ايه مبدأ العد الاساسي اهو اهو دي مبدأ العد الاساسي قدامك اهو بقول لي اذا كان عدد طرق اجراء عمل ما اذا كان اجراء اذا كان عدد طرق اجراء عمل ما يسوي ميم يعني في عمل في تجربة انا بعملها عدد طرق اجراء التجربة دي ميم من المرات وعدد طرق اجراء عمل اخر او تجربة اخرى يسوي نون من المرات فان عدد طرق اجراء العمليتين معا يسوي ميم في نون طيب ادي مبدأ العد الاساسي برضو هقول لك مثال تاني صغير كده عشان تفهمه اكتر لما اجا اقول لك مثلا عندي ولد اسمه محمد محمد ده عنده مثلا بنطلونط عشان نخلصها هقول لك بنطلونط عنده ايه عنده تلات بس تلات بنطيل تلاتة بنطلون طيب التلات بنطيل دول لونهم ايه هقول لك فيه واحد اسود واحد رمادي واحد ازرق او كحلي خليها بالالوان معروفة طيب ده تلاتة بنطلون عنده تي شيرت عنده اربعة تي شيرت طيب الاربعة تي شيرت ألوانهم إيه؟ هقولك عنده مثلا أبيض عنده أورنج عنده مثلا أزرق عنده أحمر طيب ماشي؟ أدي أربع ألوان يجي الكابتن محمد ده عايز ينزل يروح مشواره وعايز يلبس طقم معي فممكن أقولك طيب الرجل ده ممكن يعمل كام طقم يوفق كام طقم من الألوان اللي عنده دي البنطلون والتيشرت ممكن يوفق كام طقم هتقول لي آه طب ما هو ممكن يلبس البنطلون الأسود مع تيشرته أبيض يبقى كده عمل طقم ممكن يغير يلبس البنطلون الأسود مع الأورنج ممكن يلبس الأسود مع الأزرق ممكن يلبس الأسود مع الأحمر يبقى كده عمل بالبنطلون الأسود بس عمل كام طقم أربع أطقم طب ما هو عنده بدل البنطلون تلاتة يبقى الثلاث بنطيل كل بنطلون منهم هيعمل أربع أطقم يبقى ثلاثة فأربع يعمل كم طقم ينزل بيهم اتناشر طقم يبقى أنا عندي هنا الراجل ده عنده ثلاثة بنطلون ممكن يغير في ثلاث بنطيل يبقى هنا ممكن أقولك عدد إجراء أو الاختيار من هنا عدد الاختيار ثلاثة عدد طرق الاختيار ثلاثة عدد طرق الاختيار من هنا أربعة يبقى عدد طرق إجراء التجربة الأولى ثلاثة عدد طرق إجراء التجربة الثانية أربعة يبقى ثلاثة فأربعة لما نعمل التجربتين معا ينزل بطاقم واحد يبقى هضرب ثلاثة فأربعة اللي هو عدد البنطلونات في عدد التشيرتات يبقى أنا كده عملت اتناشر طقم قادي كده ايه؟ توضيح تاني لحتة مبدأ العبد مثال تاني برضه برضه على ايه؟ الناس اللي بتحب الاكل نقول مثال تاني بيقول لي فيه مطعم بيقدم ستة انواع من الفطائر فطائر كده فيها ستة انواع واربع انواع من السلطات وثلاث انواع من المشروبات يبقى ستة انواع فطائر اربعة سلطة ثلاثة مشروبات فهو بينزل الوجبة لازم ايه؟ كل حاجة كل صنف ينزل منه حاجة واحدة يعني الفطائر ينزل نوع الصلطة نوع المشروبات نوع طيب دي وجبة فبيقول لي هنا كم عدد الوجبات التي يمكن ان يقدمها يوميا على ان تشمل الوجبة نوعا واحدا من كل صنف الراجل ده او المطعم ده ينزل كام وجبة عدد الوجبات كام هقول له ستة انواع الصلطة كام اربعة المشروبات كام تلاتة يبقى عدد الوجبات هيساوي كام ستة في اربعة في تلاتة يبقى هقول له هنا كده عدد الوجبات هيساوي ستة انواع من الفطائر ممكن اختار منهم زي ما اعايز في عدد انواع الصلطة اربعة ممكن اختار اي نوع في عدد انواع المشروبات تلاتة هيطلع بيساوي ستة في اربعة واربعة وعشرين في تلاتة في اتنين وسبعين وجبة يبقى المطعم ده ممكن ينزل كام وجبة اتنين وسبعين وجبة من الحاجات اللي عنده اللي هي دي يبقى انا عندي كده مبدأ العد الاساسي بيقول لي ايه لو انا عندي عدد اجراء تجربة ما يسوي مين طريقة وعدد اجراء تجربة اخرى نون طريقة يبقى عدد اجراء التجربتين معا يبقى مين في نون يبقى تاخد العدد الاول في العدد التاني وشفنا لها ايه كذا نوع طيب في حاجة اسمها كمان مبدأ العد المشروط مبدأ العد المشروط يعني مبدأ العد المشروط يعني فيه شرط معين انا بعمله في الاختيارات يعني وانا باختار بيخد بالك يقول لك ايه بس بشرط هي دي اسمها ايه مبدأ العد المشروط لم يجي قول لي بس بشرط طيب زي ايه مثلا لما جا قول لك انا عايز اكون عدد من 3 ارقام بكم طريقة يمكن تكوين عدد من 3 ارقام مختلفة خدت بالك لازم مختلفة من الارقام صفر واحد واثنين واربعة الحل هتجي تقول لي فين الشرط اللي هو قاله ما قال ليش اي شرط هقول لك لا خد بالك انت عايز عدد من 3 ارقام يعني فيه احد وعشرات ومئات اهو احد عشرات مئات طيب الصفر ممنوع ما ينفعش تحط في المئات لان ده اخر رقم اخر رقم على الشمال ده مالوش اي قيمة يبقى القيمة تبتدي من هنا لو في حاجة هنا طيب ماشي يبقى صفر ممنوع اختياره هنا يبقى انت عندك كام طريقة للاختيار اربع طرق يبقى هنا المئات كام طريقة اربع طرق خلاص طيب انا اخترت واحد من الاربعة ايا كان الرقم الاربعة دول هينقصوا واحد هيبقوا فضل منهم كام تلاتة نجي نختار في العشرات يترى الصفر ممنوع ولا ممكن هقول لك لا ممكن لان هنا في المئات في رقم يبقى ممكن في العشرة يكون في صفر طيب ماشي يبقى الصفر هينضم للمجموعة الباقية هنا طيب الصفر لما ينضم هنا دول نقصوا واحد عشان في المئات رح نازل وليكن مثلا باخر رقم يوم الصفر جاي معهم في العشرات بقى كم رقم هنا في الاختيار برضو بأربعة يبقى في العشرات ممكن اختار كم رقم اربع ارقام طيب هو بيقول لك ارقام مختلفة نيجي نشوف طيب اللي اربعة التانين دول انا اخترتوا واحد منهم نقصوا واحد بقى افضل كام تلاتة يبقى عدد اختيار الاحد كام تلاتة يبقى عدد طرق الاختيار الكلية هيساوي كام هقول له عدد طرق طرق الاختيار هيساوي تلاتة في اربعة في اربعة يطلع كام اتناشر فاربعة تمانية واربعين طريقة او تمانية واربعين طريقة ممكن اكونهم هو ده اللي بيقول لي عليه مبدأ العد المشروط لما تيجي تختار فيه شرط معين طيب تاني برضو زي ايه زي مثلا مثال تاني يقول لي ايه كم عدد الاعداد المكونة او المكون كل منها من تلات ارقام مختلفة برضو تلات ارقام ايه مختلفة مأخوزة من الارقام اتنين خمسة تمانية تسعة لحد كده هتقول لي ايه الشرط اللي ممكن يوقفني هقول لك ولا حاجة طب كمل الجملة بحيث اهو تكون الاعداد دي تكون اقل من تسعمية اقل تسعمية لو خدت بالك اقل من يعني المفروض انا عندي تلات ارقام مختلفة لو مسلناهم كده احد عشرات مئات الخانة التالتة هنا بتاعت المئات ما يكونش فيها تسعة ليه تسعة يبقى تسعمية وكذا هنا ما فيش صفار حتى لو في صفار هيبقى تسعمية لا دي يقولك اقل من تسعمية يبقى في خانة المئات هنا مرفوض التسعة التسعة ممنوع تتحط ليه لانك لو حطيت هنا تسعة في المئات بقى التسعمية وكذا وهو انا قالك ايه تكون اقل من تسعمية يبقى لازم يتحط هنا تلاتة دول يبقى عادة طرق الاختيار هنا كام تلاتة طيب ماشي نيجي بقى هنا في العشرات هتقول انت اخترت رقم من دول كانوا تلاتة نقص واحد هيبقى فضل اتنين طب التسعة تخش معايا اه تخش معانا لو فرض ان انا كنت اخترت الاتنين خلاص ادي اي رقم فضل رقمين من الاولينين ومعهم التسعة بقى فضل كام رقم تلاتة يبقى في العشرات ممكن اختار تلات ارقام بتلات طرق يعني اختار رقم من تلاتة يبقى بتلات طرق طيب كده انت اخترت هنا التسعة لا اخترت واحد بقى فضل كام تلاتة روح تحاطت مكانهم هنا اخترت واحد بقى فاضل اتنين فاضل رقمين هنا يبقى ده اختيار خانة الاحد يبقى هنا كده عدد الاعداد الاقل من تسعمية هيسوي كام اتنين في تلاتة في تلاتة اللي هي عدد طرق الاختيار يبقى تسعة في اتنين بكام تمنتاشر عدد يبقى انا كده ممكن اكون كلهم اقل من تسعمية كلام ده ازاي لانه طبعا في شرط هنا انك تستبعد التسعة من خانة المئات هو ده اللي بنسميه مبدأ العد المشروط يبقى فيه مبدأ العد الاساسي انك بتختار عدد طرق التجربة الاولى في عدد طرق اجراء التجربة التانية بضرب الطرقتين يطلع لي عدد طرق المطلوبة مني اما المشروط فانت بتشوف الشرطة عندك بتستبعد ايه؟ في الخانة المعينة وتبتدي تكون الرقم بتاعك على حسب الاختيار طيب كده مبدأ العد اللي هو الاساسي والمشروط كده احنا عرفنا شوية في مبدأ العد طبعا الكلام ده انا بكتبه اقوله عشان هخش على التبديل والتوافيق والمضروب عشان نكمل بعد كده طبعا الجزء ده ده كان تنهيد من سنة تانية وداخل بيه على سنة تالتة بس الاساسي بتاع سنة تالتة هأجله بعد ده بعد من اقوله تبديل والتوافيق لان بحتاج فيه التبديل والتوافيق يبقى مش هان فاقوله وانت معدكش فكرة بالتبديل والتوافيق فاقوله التبديل والتوافيق لأقول نبتدي بالمضروب في حاجة اسمها المضروب يعني مضروب اما يجي يقول لي مثلا ايه انا عايز مضروب خمسة هقولك يعني ايه مضروب خمسة اتفقوا إن كلمة مضروب 5 تعني حاصل ضرب العداد اللي بتبدأ من 5 وأقل لغاية الواحد حاصل ضرب العداد الصحيحة الموجبة الأقل من أو تساوي 5 يبقى كلمة مضروب 5 تعني حاصل ضرب الأعداد الصحيحة الموجبة الأقل من أو تساوي كام 5 يعني كام؟ يعني 5 في 4 في 3 في 2 في 1 أعداد صحيحة مجابة تقف لحد هنا طيب مضروب الأربعة يبقى الأقل من أو يساوي أربعة يبقى 4 في 3 في 2 في 1 طيب مضروب 7 يبقى 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 خلاص كده؟ طيب يجي يقول لي طيب أنا عايز المضروب ده العلامة بتاعته الرياضية اللي بتكتب إيه؟ هقول لك العلامة الرياضية بتاعته اللي هي دي بص معايا كده هنا المضروبه هو وعلى الآلة العلامة اللي هي دي يبقى أنا عندي هنا كده مضروب بتكتب هنا كده في الرياضة بتاعتنا في الخطوة بتاعتنا وعلى الآلة الشكل ده مضروب طيب كانها فين؟ على الآلة قادي الآلة الحسبة هي مكان المضروب ده فين شايف المفتاح أو الزرار اللي هنا في عندك فوق زرارينهم ON والله هو إيه SETA المود الزرار اللي تحت المود اللي هو عليه X السلب 1 فوق منه العلامة دي X وعلامة التعجب دي يبقى ده مضروب X اللي هو مضروب 5 وهو مضروب 3 لو أنا عايز مضروب 5 يبقى مضروب 5 تكتب كده هتساوي 5 ف4 في 3 في 2 في 1 طب لو عايز على الآلة شوف بتكتب ازاي 5 وبعدين علامة المضروب تدوس ايه Shift والزرار اللي هو X السلب 1 يكتب لك دي هيساوي على طول طبعا لما تيجي تضرب دي بالآلة أو تعملها كده هيطلع لك هنا 120 وهنا تضربه بيدك تطلع 120 خلاص كده قادي مضروب 5 اللي يطلعك كده قال لي مضروب 5 دي خد بالك بقى طيب مضروب 5 هيبي تساوي انت قلتلي هو الفك كده طب ايه رأيك لما اخد الخمسة دي وارحواخد دول كده لوحدهم في قوس دول بيعبروا عن ايه ممكن اعبر عنهم في صورة مضروب اقول لك اه ممكن اعملهم مضروب 4 يبقى هنا كده مضروب 5 ممكن اخليها 5 في مضروب 4 طب مضروب 5 برضو 5 طب ممكن تقول لي طب ناخد الاتنين دول وحدهم واخد التلاتة دول مع بعض التلاتة دول بيعبروا عن مضروب ايه اقول لك مضروب 3 يبقى خمسة فاربعة في مضروب 3 الله يعني ايه الطريقة دي بنسميها طريقة تبسيط المضروب يبقى لو انا عندي على نفس الوزن كده مضروب 9 ممكن اقول لك بتساوي 9 في مضروب وممكن اقول لك 9 في خرج التماني هي كمان ويفضل مكانها الاقل منها بواحد لهو 7 وهكذا ممكن تعمل بقى اللي انت عايزه طيب مضروب نون بيساوي كام هقول لك هنا في مضروب 5 انا بدأت بالخمسة حاصل ضرب الاعداد الصحيحة الاقل من او تساوي 5 اعداد صحيحة مجابة يبقى الغاية مين الواحد بتنتهي عند الواحد طيب مضروب نون يبقى نون في نون نقص واحد في نون نقص اثنين في نون نقص ثلاثة نون نقص اربعة لغاية ما تنزل لحد ثلاثة في اثنين في واحد كده انا عملت ايه مضروب نون طب بنفس الطريقة يا ترى ممكن تقدر تبسط لي مضروب النون ده هقول لك ماشي ممكن زي ما عملنا مضروب 5 بتساوي 5 في مضروب 4 هعمل كده مضروب نون هيساوي نون في مضروب اللي اقل منها بواحد نقص واحد بقى تنون نقص واحد طب عايزه ابسط تاني نون في نون نقص واحد مضروب نون نقص اتنين طب الكلام ده باستفاد منه في ايه يعني انا بستخدم ده امتى ولا هي كده معلومة وخلاص قالك لا طبعا باستخدمها في مسائل كتير جدا يعني مثلا يجو اللي اختصر مضروب 8 على مضروب 6 هتقول لي ما بالقالة وخلص ماشي ما هي دي بالقالة وتخلص على طول لكن لما يجيلك فيها نون وسين مش تعرف تعمل على القالة فانعايز عارف بس الطريقة بتاعتها ازاي هقول لك ايه هقول لي ده بيساوي اولا المضروب الكبير لازم اوصله للصغير الكبير يوصل للصغير ينزل للصغير طب المضروب الكبير ينزل للصغير ازاي ان انا اخرج منه ارقام والرقم اللي يخرج برا يسيب مكانه الاقل منه بواحد هخرج التمانية برا هتسيب مكانها الاقل منه بواحد لو مين سبعة ما تشبهش الستة هخرج السبعة هي كمان هفضل اعمل عملية دي لغاية ما اوصل لايه اللي فوق يشبه اللي تحت طيب تمانية خرجناها وسبعة خرجناها مين اقل من سبعة ستة تشبه اللي تحت اه اوقف بقى الحد هنا مضروب ستة على مضروب ستة دمعة ده خلاص كده ثمانية في سبعة بكام ستة وخمسين طيب تاني قال لي اختصر تاني مضروب سبعة على مضروب خمسة زائد مضروب تسعة على مضروب سبعة هولو ده بيساوي بنفس المنطق يلا ها عايز اوصل الكبير للصغير خرج السبعة فضل ستة لا ما تشبهلاش خرج الستة فضل خمسة قاطش بهلا خليها خلاص على مضروب خمسة زائد مضروب تسعة خرج التسعة فضل التمانية ما تشبهش خرج التمانية فضل سبعة اه تشبه اهي على مضروب سبعة مضروب خمسة مع مضروب خمسة مضروب سبعة مع مضروب سبعة هيساوي 20 زائد تمانية في تسعة 72 يطلع كام 4 11 يبقى 114 طبعا دي طريقة بسيطة جدا جدا على ارقام سهلة جدا لكن لو جه قال لي طيب عايزة اختصر بقى اعمل الكلام ده في مسألة يقول لي حل المعادلة كده مثلا مضروب نون زائد اثنين على مضروب نون يساوي عشرين هقولك طيب استخدم فكرة التفصيط هبصة توصل الكبير للصغير مين الاكبر نون زائد اثنين ولا نون هتقول لي نون زائد اثنين طيب ماشي هقول له الحل هبصة عامل كده هخرج نون زائد اثنين طيب اللي باقي جوه مين تنقص منها واحد على جنبه ايه ادي نون زائد اثنين هنقص واحد بقى اثنين موجب اثنين وسلب واحد بقى زائد واحد خلاص يبقى نقص واحد منها ادي نون زائد واحد جوه يا طرى ده يشبه ده لا يقوم يخرج هو كمان مدام مش بهلوش يخرج طيب واللي باقي جوه نقص كمان واحد راحت الواحد مع الواحد بقى تفضل بايه نون تشبه اه اهي يبقى خرج نون زائد اثنين نون زائد واحد يبقى لك مضروب نون على مضروب نون يساوي كمان عشرين طبعا مضروب نون مع مضروب نون فاضل ايه الرقمين دول نيجي بقى اقول لك هنا نون زائد اثنين في نون زائد واحد هيساوي عشرين نيجي الحل مبدئيا قبل ما اعرف التبديل لها طريقتين للحل طيب ولما نعرف التبديل هيبقى فيه طريقة تالتة يبقى لها تلت طرق لحل المسألة دي طيب نشوف من ضمن الطرق الطريقة المباشرة جدا اللي هي خطرت على بالك على طول اللي خطرت على بالك تفك الأقواص نون في نون بنون تربيع وبعدين هضرب طرفين وسطين نون في واحد بنون واثنين في نون باثنين نون يبقى مجموع هضرب الطرفين دول اثنين في واحد باثنين ودخل العشرين جوه ناقص عشرين ساوي صفر بات نون تربيع زائد تلاتة نون ناقص تمنتاشر هيساوي صفر حل القصين نون في نون تمنتاشر كام في كام تمنتاشر اناقول كام تلاتة في ستة طرحهم او الفرق بينهم كام تلاتة تلاتة في ستة طيب تلاتة في ستة الكبير ياخد شرط الاوسط والتاني بالعكس هيساوي صفر من هنا نون تطلع بتساوي ثلاثة او نون تطلع بتساوي سالب ستة يا راجل احنا لسا عالين مضروب نون حاصل ضرب الاعداد الصحيحة الموجبة يعني معنى كده ان نون تنتمي الى صاد الموجبة نون تنتمي الى صاد الموجبة ده ينفع لا مرفوض يبقى مجموعة الحل عندي كام ثلاثة هتقول لي انت قلت فيه حلين طب ده واحد فين التاني تعال اشوف كده انا وصلت لايه لنون زائد اتنين في نون زائد واحد بيساوي عشرين خد بالك النون عدد صحيح موجب طيب هتعمل ايه الوقتي ده عندك نون زائد اتنين ونون زائد واحد دول عددين متتاليين فرقوم واحد طب تقدر تفكلي العشرين لحاصل ضرب عددين متتاليين فرقوم واحد هتقول لي اه ممكن كاما اربعة في خمسة جميل طب انا عندي هنا نون زائد اتنين في نون زائد واحد يعني نون زائد اتنين الكبير يا محطوطة الاول يبقى خلي العشرين تبقى خمسة في اربعة ثم تعمل كده نون زائد اتنين في نون زائد واحد هتسوي خمسة في اربعة طب خمسة في اربعة نعمل عملية مقارنة بس بشرط لما اعمل المقارنة القوس القوس الأول مع العدد الأول والقوس الثاني مع العدد الثاني يدينا نفس القيمة لو عملت مقارنة والقيمة اختلفت يبقى كده المقارنة بتاعتك مش صحة طب هعمل ايه هقول هنا نون زائد اتنين هتساوي خمسة او نون زائد واحد هتساوي اربعة في الحالتين كده طب طلع دي برة نون هتساوي خمسة نقص اتنين بكام بتلات طب من هنا طلع دي برة نون برضو تطلع بكام يبقى طلعت في الهن بتلاتة يبقى كده برضو طريقة الاختيار بتاعتك ايه مظبوطة انا كده حلت الفكرة دي بطريقتين طيب مسألة تانية ونشوف برضو تيجي ازاي مع بعض كده عشان نشوف المضاريب بتتم ازاي حل المعادلة مضروب نون ناقص واحد او زائد واحد على مضروب نون ناقص واحد بتساوي تلاتين يلا نحل احنا قلنا بنعمل ايه باخد المضروب الكبير اوصله للصغير طب بوصله للصغير ازاي بخرج منه ارقام بخرج منه عدد طب تعالى فوق نون زائد واحد ادي اول حاج هيقعد جوه هنا اللي اقل منها بواحد طب هي كانت نون زائد واحد اناقص واحد كده بتكام نون تشبه ده لا اخرجها هي كمان طب بعد ما اخرجها اناقص منها واحد تشبه ده اه تفضل زي مهيبات نون ناقص واحد مش عيب لما تعمل كده على جنب المهم يطلع معايا المسألة صح على مضروب نون ناقص واحد بيسوي كام تلاتين المضروب مع المضروب خلاص كده يبقى عندك هنا نون زائد واحد في نون بيسوي كام تلاتين خلاص انا عرفت بقى الطريقة اما انك اما انك تفك الاقواص او هتعمل ايه تعمل بالليد الارقام بالمقارنة نون زائد واحد في نون هيسوي ستة في خمسة في الحالتين هتطلع النون بتسوي كام خمسة طيب في معنا تليفون قالو الله يسلمك ربنا بارك فيك معي اسأل في المضروب برضه في المضروب طب مش تعرفني بنفسك الاول انت مين محمد من اسيوت يا اهلا وسهلا بيك محمد من اسيوت الله يخلي فضل يا محمد اسبت ان مضروب خمسة وعشرين مضروب خمسة وعشرين يقبل الكسمة على مضروب يقبل الكسمة على مضروب 13 في مضروب سبعة في مضروب خمسة. مضروب تلاتاشر في مضروب سبعة في مضروب خمسة. اسبت انا. تاني? اه. ادي واحد اتنين اسبت انا. مضروب مضروب. مضروب. زيت بي زيت جي. مضروب زيت بي زيت جي. يقبل القسم على مضروب الف في مضروب بي في مضروب جي. يقبل القسم على مضروب الف في مضروب بي في مضروب جي. يا استاذ محمد. ماشي انا اعتبر حضرتك من التلفزيون ده. ما انا هقول لحضرتك بس خطة صغيرة كده عشان قبل مضروب. اه. طبعا انت عارف دي مرتبطة بالتوفيق. انا بحلها بالتوفيق. مش عارف بقى دي. لا ايه في المضروب. لا ما انا اقول لي ساعدتك. ما هدي مضروب? اه. بس مضروب ده مرتبط ما بتتحلش الا بالتوفيق. بحلها عن طريق التوفيق. فلما ناخد التوفيق ان شاء الله هنقولها النهاردة. نحاول لو فيه مقوى تقولها لك. ماتحلها. يا صدعات ابن ان انا هكتبها ارا حضرتك برنا. قبل ما اقول التوفيق حاضر عيني. بص حبيب بسرعة كده. ماشي. 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 اهو خمسة وعشرين قاف تلتاشر. هتساوي خمسة وعشرين على مضروب خمسة وعشرين ناقص تلتاشر في مضروب تلتاشر. ادي واحدة. هتساوي مضروب خمسة وعشرين على خمسة وعشرين قص تلتاشر للمضروب اتناشر في مضروب تلتاشر. يبقى انا عندي هنا كده. انا عارف ان التوفيق دي دي بتنتمي الى صاد المجابة. تنتمي الى صاد. عدد صحيح موجب. يبقى ده عدد صحيح موجب. يعني معنا كده ان مضروب خمسة وعشرين يقبل القسم على مضروب اتناشر ومضروب تلتاشر. اللي انا عملته مع خمسة وعشرين وطلعتاشر هعمله مع خمسة وعشرين واثناشر هروح عامل هنا تاني خمسة وعشرين قاف اتناشر بتساوي مضروب خمسة وعشرين على مضروب خمسة وعشرين نقص اتناشر آآ هعمل كام مضروب اتناشر معلش آسف مضروب اتناشر دي هتبقى مضروب خمسة وهنا مضروب اتناشر على مضروب اتناشر نقص خمسة اللي في مضروب سبعة على مضروب خمسة يبقى ده برضو بينتمي الى صاد يبقى عندك هنا مضروب اتناشر بيقبل الاسم على سبعة وخمسة مضروب سبعة ومضروب خمسة واصلا مضروب خمسة وعشرين بيقبل الاسم على مضروب اتناشر ومضروب تلاتاشر وبالتالي يقبل مضروب خمسة وعشرين هيقبل القسمة على كل من تلاتاشر والي اتناشر اللي هي بتقبل على مضروب سبعة في مضروب خمسة يبقى مضروب خمسة وعشرين يقبل القسمة على كل من مضروب 13 في مضروب 7 في مضروب 5 أنا قلتلك ديت بقولها بسرعة لأنني لسه مش رحتش التوفيق ده مفهمها بنفس الفكرة هاخد ألف زي بي زي جيم قاف جيم واروح عاملها كده هتطلع معي بنفس الفكرة دي فكرة هي لفوق بس طبعا أنا ما حبيتش أقولها بسرعة كان نفسي أقولها بالراحة كده عشان برضو ايه أبنان الطلبة التانين يعرفوها لكن انت مستعجل عليها ده الحل بتاعها يا أستاذ محمد نكمل مفهوم مسألتنا بقى اللي احنا كنا شغالين به اللي هو المضروب والإيه والتبديل طيب احنا كده خدنا مسألتين نشوف برضو كمان فكرة بيقولي إيه حل المعادلة أو اوجد قيمة نون والمسألة دي على فكرة جميلة قوي اللي هي واحد على مضروب نون زائد اتنين على مضروب نون زائد واحد يساوي ستة وخمسين على مضروب نون زائد اتنين اوجد قيمة نون لو كان الطرف ده بيسوداه أو يقولك حل المعادلة لا ايا كان هي اوجد قيمة المجهول هنعمل ايه في المسألة دي انا عندي فيه طريقتين برضو طريقة توحيد المقامات في المسألة كلها او طريقة توحيد المقامات في الطرف الايمن لوحده وبعدين نخلصه مع ايه الايصر طيب هنمشي توحيد المقامات في المسألة تعطي كلها او بفكرة تانية هقولك انا عايز اخلص من اكبر مضروب هنا اللي هو ده هروح ضرب المسألة تعطي كلها في مضروب نون زائد اتنين طب لما اضرب المسألة تعطي كلها في مضروب نون زائد اتنين هنا يبقى ايه مضروب نون زائد اتنين في واحد هو هو مضروب نون زائد اتنين على مضروب نون زائد هنا اتنين مضروب نون زائد اتنين على مضروب نون زائد واحد هنا بات ستة وخمسين طبعا ده رحمة ده تعال هنا اصبحت فكرة بسيطة زي اللي فات هحاول أبسط هخرج إيه من الكبير لحد ما يوصل للصغير هوصل الكبير للصغير طيب نون زائد 2 خرجنا ديه فاضل مين نون زائد 1 لا ما تشبيهش يبقى نون زائد 1 فاضل مين نون تشبيه اللي تحت A يبقى مضربنا زائد الثانية 2 هخرج نون زائد 2 اللي أقل من أبواحد لو نون زائد 1 يشبيه اللي تحت A أسيب على كده على مضروب نون زاد واحد هيساوي ستة وخمسين هنا نختصر المضروب مع المضروب والمضروب مع المضروب يتفضل هنا حاصل ضرب القصين دول طب نضربهم كده بالمرة يبقى نون تربيع زائد تلاتة نون زائد اتنين زائد هنا هضرب دي تبقى اتنين نون زائد اربعة هدخل ستة وخمسين جوه ناقص ستة وخمسين يسوصف وبعد كده عايز تكمل مسألتك انت مع نفسك ماشي اكمل هالك زي ما انت عايز جيب عندي نون تربيع زائد خمسة نون وبعدين موجة بستة وناقص خمسين بسالب خمسين يسوصفر حلل نون في نون والخمسين كان في كم وطرحهم خمسة خمسة في عشرة الكبير بإشارة الأوسط والتاني بالعكس من هنا نون تطلع بتسوي سالب عشرة مرفوض ومن هنا نون تطلع بتسوي خمسة هو ده الحل بتاعنا يبقى مجموعة الحل بتاعتها كام بتسوي خمسة ادي مسألة كمان طيب طبعا فيه ملاحظات لازم اخد بالي منها في المضروب المضروب طبعا مهم جدا عارف انت ان مضروب ده حاصل ضربة عدد صحيحة مجابة يعني لميجا اقول لي مضروب نون اعرف ان نون دي لازم تكون ايه صحيح موجب طيب ماشي طب لميجا اقول لي مضروب صفر مضروب صفر بكام هتقول لي ده بيقولك مضروب ما تحطش سالب لكن في مضروب صفر هو له اسبات مضروب صفر بيسوي واحد لو عملت على الآلة مضروب صفر هيسوي كان واحد والاسباب بتاعه هيجي برضو بطريقتين اما بالمضروب او بالتوفيق فاحنا مش في التوفيق دلوقتي وبرضو برهانه مش مطلوب منك وعندي كمان مضروب واحد برضو بيسوي واحد ايه ده يعني في مضروبين الناتج بتاعهم واحد طب ممكن يدي لي مسألة على كده اه ممكن يقولك طيب لو انا عندي اذا كان مضروب نون زي ناقص ثلاثة بيسوي واحد ايه وجد قيم نون ايه وجد قيم نون هقوله اه طيب ما انا عندي هنا المضروب بيسوي واحد في حالتين اللي هما ايه اللي جوه ده يأما يكون بصفر او بكام بواحد يبقى هقوله هنا كده نون ناقص ثلاثة بتسوي صفر او نون ناقص ثلاثة بتسوي كام واحد طيب طلع الثلاثة بره هنا يبقى نون تطلع بكام بتلات طلع الثلاثة بره هنا نون تطلع بكام واحد زي تلاتة باربعة يبقى نون اما بتلاتة او اربعة طب تعال اجربها كده حط نون بتلاتة مضروب السفر بواحد حط نون باربعة مضروب الواحد بواحد تمام يبقى انا كده جبت ايه المسألة خد بالك المسألة المفهوم البسيط جدا ده ممكن يجيلي عليه مسألة اختيار وانتو عارفين في الاختيارات المسألة ممكن يجيب لك مجموعة الحل تلاتة ولا اربعة ولا تلاتة واربعة ولا مش عارف تلاتة في اربعة كده يعني يبقى انت عندك التلاتة وعندك الاربعة وعندك تلاتة واربعة لو اخترت حاجة من دول بس غلط الحل بتاعك هو ده يبقى لو اخترت دي صح والدرجة بتتحط على الاختيار اختيارك هنا صح تاخدوا الدرجة بتاعتها سواء واحد او اتنين ايا كان طيب برضو من حتة المضروب نيجي وقول لي طيب اذا كانت نون تنتمي الى صاد المجبة فان نون في مضروب نون بيسوي كام اختار مديني عدة اختيارات مضروب نون تربيع ولا مضروب نون زائد واحد ولا من نون تربيع مضروب نون زائد واحد نقص واحد ولا مضروب اتنين نون ادري الاختيارة بتاعتي مين في دول انت عشان تختار هتختار ازاي يعني انا عايز استبعد حاجات واختار عايز ما تستبعدش وتحل براحتك طيب هنقول كل الفكر لو انا جيت هنا في المسألة نون في مضروب نون انا ممكن اعمل ايش دي اولا لو انا عندي نون دي هتخرج برا هيتفضل مكانها مين الا اقال من ابوح يبقى دي كده هقولك هنا نون وبعدين نون تطلع برا ويتبقى مكانها نون ناقص واحد طيب نون في نون بكام دي نون تربيع مضروب نون ناقص واحد موجود اهو يبقى كده صح طب لو انا ما عملتش كده ما عملتش الكلام ده بفكر تفكير تاني هتقول ايه في واحد يقول لي طيب ممكن ندخل النون جوه على عكس عملية التبسيط هتقول لي طيب مش فاهمها بص لما كنت بقولك مضروب خمسة بيسوي خمسة في مضروب اربعة طب لما يجيب لي ستة في مضروب خمسة هقول له اه دي ممكن ارجعها تاني تبقى مضروب ستة يعني مثلا نون في مضروب اه ايس بقى على كده نون تشبه الستة طب اللي جوه ده يا طرى بيسوي اللي برا ولا اقل منه بواحد اقل بواحد يبقى عشان الستة دي تدخل لازم يكون اللي جوه ده اقل عشان تدخل هي مكانها طيب ماشي يبقى هنا مفروض اقل من دي بواحد يبقى كام نون اصواح يبقى النون دي ما تدخلش جوه هنا الا ازا كان اللي جوه ده اقل منها بواحد طب تعال هنا يا طرى النون اللي برا دي اللي جوه اقل منها بواحد هقولك لا يبقى منفعش تدخلها جوه يبقى مفيش قدامك الا انك تعمل ايه تخرج النون دي برا وتشتغل يبقى حتة دخول النون مرفوضة ليه عشان اللي جوه مش اقل منها بواحد يبقى دي كده ما تنفعش يبقى الفكرة بتاعتني اللي هي دي طي نشوف تاني حاجة طبعا احنا كده شغالين ايه في المضروب والافكار بتاعته وقلنا عليه افكار كتير جدا نبتدي بقى نخش على التبديل موضوع التبديل وايه هو ايه هي التبديلة ايه هي التبديلة بيقولي التبديل ايه هو او التعريف هو حتى قدامك عشان برضو ايه يبقى لطالب اللي عايز يكتب ورايا او يشوف قدامك التبديل بيقولي هو ترتيب لعدة اشياء مختلفة باخذها كلها او بعضها في كل مرة تاني التبديل هو ترتيب لعدة اشياء عندي شوية حاجات برتبهم حاجات مختلفة برتبها اما اننا رتبها كلها مرة واحدة او باخد منها مجموعة مجموعة يعني اتنينات تلاتات اربعات كده يعني زي ايه مثلا من مجموعة الارقام اتنين وثلاثة وخمسة كم عدد الاعداد التي يتكون كل منها من رقمين مختلفين طيب من مجموعة الارقام دي عايز اكون عدد من رقمين مختلفين ممكن اعمل كام رقم تعال اشوف كده انا عندي هنا اتنين وثلاثة وخمسة عايز اعمل عدد من رقمين مختلفين هنعملها ونعملها بالتبديل نعملها بمبدأ العد وعندين نقلبها تبديل طيب رقمين مختلفين يعني خانة احد وعشرات طيب الاحد ممكن يبقى اتنين او ثلاثة او خمسة طيب لو خدنا في الاحد اتنين العشرات ممكن احطي مين تلاتة او خمسة يبقى يتكتب كتب طيب لو خدنا في الاحد تلاتة يبقى في العشرات تتحطي ايه اتنين او خمسة لو اخدنا في الاحد خمسة يبقى في العشرات اتنين او تلاتة يبقى انت عندك في الاحد تلات ارقام وفي العشرات كل رقم إرتبط باتنين كل رقم من الاحد إرتبط باتنين من العشرات يبقى دين مرتين دين معه مرتين يبقى ثلاثة في اتنين يبقى هنا كده ثلاثة في اتنين ايه هما بقى ثلاثة في اتنين دول تعال بص المجموعة دي مكونة من كم رقم هقولك ثلاثة ببدلهم مع بعض ببدلهم مع بعض طيب قبل ما نشوف التبديل بتاعهم هناخد فاصل ونرجع مع بعض تاني مرة تانية ونستكمل مع بعض موضوع التبديل أهلا بكم أبناء الطلبة مرة تانية ورجعنا لكم ونستكمل مع بعض التبديل والتوفيق احنا كنا بدأنا في التبديل قلنا الأول مبدأ العد وشوفنا مبدأ العد العادي الأساسي ومبدأ العد المشروط ودخلنا في التبديل وعرفنا يعني إيه التبديل وعرفنا التبديل يعني إيه هي ترتيب عدة أشياء بأغزاها كلها أو بعضها في كل مرة ده معنى كلمة إيه تبديلة وكنا خدنا مثال صغير كده بدأنا نتكلم فيه وقلنا إزاي هقدر أحوله من مبدأ العد إلى تبديل يعني هننقل بقى مش هفضل أكتب بقى بمبدأ العد هروح عامله بالتبديل على طول المثال كان بيقولي أنا عندي ثلاث أرقام اتنين وثلاثة وخمسة وعايزة أعمل منهم خد بالك ثلاث أرقام عايزة أعمل منه رقمين عدد مكوم من رقمين مختلفين المجموعة فيها ثلاث عناصر وأنا عايزة أخذهم اتنينات يعني كل رقمين مع بعض عملناهم قدامنا لأنهم إيه طلعوا ثلاثة في اتنين بستة أرقام طيب أنا عايزة أعملها تبديل فهقولك إيه ثلاث أرقام ببدلهم على مكانين اللي يخلت أحد وعشرات يبقى ثلاثة تبديل اتنين هكتبها كده بص ثلاثة تبديل اتنين ثلاثة تبديل اتنين كلمة تبديل هعملها إيه لام ثلاثة تبديل اتنين هروح كتبها ثلاثة لام اتنين يبقى كلمة حرف اللام فوق خالص كده ثلاثة وتحت هنا اتنين فوق على اليمين وتحت على الشمال ثلاثة لام اتنين يبقى هفهم كده ان 3 لم 2 دي بتعبر عن ايه مجموعة مكونة من 3 عناصر ببدلهم اتنينات بعملهم عدد من رقمين بعملها على خانتين على مكانين يبقى 3 لم 2 لا ده انا هفهم حاجة كمان طيب 3 لم 2 لو انا بقى سيبتين من مبدأ العد وعايز اعمل ايه 3 لم 2 دي على الالة او بادية طب نشوف الاول تليفون معنا كده اهلو وعليكم السلام ورحمة وبركاته الله يسلمك طب مين معاي الاول مدروك 25 مين معاي الاول عبد الرحمن منين عبد الرحمن نوغربية اهلا بيك واهل الغربية اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اتفضل اثبات ان مدروك 25 يبقى القسم على مدروك 12 في مدروك 13 في مدروك 7 مدروك 5 اه انت يا عبد الرحمن نعم انت لسه قعد قدامنا دلوقتي ولا قعد من شوية اه لسه حالا لسه حالا اه عارف لو كنت قعدت من 10 دقائق فاته كنت شفتها تحلت اه لا مش شفتها شو الله المسألة بالنص محلولة وهطلع لك الورقة بتاعتها كده قدامك لان كان فيه واحد اسمه الاستاذ محمد من اسيوت طلب المسألة بالنص هي هي وطلب كمان عليها حاجة تانية اللي هي كانت مضروب الف زائد به زائد جيم اهي المسألة بص كده شاف اللي تريفزيون قدامك ها شاف شاشة قدامك ولا لأ لأ لسه مزاركش طيب اهي قدامك ها خلاص مش انا هنقلها شفتها ايوه اهي بيقول لي اسبت ان مضروب 25 يقبل قسمة على مضروب 13 في مضروب 7 في مضروب 5 والمطلوب التاني كان اهو طبعا قلت له دي مرتبط بالتوفيق فعايزين نستنى للتوفيق فقال لي معلش انا محتاجها فاروخ تحللها الوهي عايز تنتظر نحللها تاني بعد كده شوية بعد شوية ناشي تنقلها الوقت يا اسبها لك ها خلاص ماشي انا بنقلها الوقت الوقت طيب ماشي حبيب طبعا هنا كده ايوه خمسة وعشرين قف تلتاشر ايوه بيسوي مضروب 25 على مضروب 25 قص 13 في مضروب 13 اللي هي مضروب 25 على مضروب 12 في مضروب 13 رجعت اخدت الاتناشر هعمل اتناشر قاف خمسة بتساوي مضروب اتناشر على مضروب اتناشر نقص خمسة اللي هو مضروب سبعة في مضروب خمسة يبقى معنى كده ان مضروب اتناشر ده طبعا تعرف ان خمسة وعشرين قاف تلتاشر دي بتنتمي الى صاد المجابة عدد صحيح موجب يبقى معنى كده ان خارج القسمة ده لازم يقبل اسم عليه يبقى خارج الاسم خارج الاسم يسوي واحد يبقى انا عندي خمسة وعشرين مضروب خمسة وعشرين بيقبل اسم على مضروب تلتاشر في مضروب اتناشر اللي هو اصلا كمان بيقبل اسم على مضروب سبعة في مضروب خمسة وبالتالي يبقى مضروب خمسة وعشرين يقبل قسمة على مضروب تلتاشر في مضروب سبعة في مضروب خمسة تمام عبد الرحمن ايوة ماشي حبيب عندك سؤال تاني مع السلام نرجع تاني لتلاتة لم اتنين انا عايز بقى افصرها ووضحها عشان نشوف الارقام اللي بعد كده نعملها ازاي هقولك تلاتة لم اتنين دول الاتنين اللي تحت ده الدليل دليل ده بيقول لي ايه عدد الاعداد المضروبة في بعضها اتنين عددين طب والتلاتة اكبرهم تلاتة خدت بالك انا بقولها ايه اتنين دي بتدل على ايه عدد الاعداد المضروبة يبقى ده عدد الاعداد المتتالية المضروبة في بعضها انا بترجمها لك طيب والتلاتة دخلها ايه ابتداء من تلاتة طبعا متنازل يبقى ده هيساوي هابتدي بتلاتة في عدد الاعداد كم اتنين يبقى انت عايز عددين بس انت خدت دي واحد فضل التاني يبقى اتنين طبعا لنفس الوزن خمسة لم اتنين معناها ايه عددين متتاليين مضروبين اكبرهم خمسة يبقى خمسة فاربع تاني تسعة لم تلاتة تلات اعداد متتالية مضروبة في بعضها اكبرها تسعة تلات اعداد متتالية مضروبة اكبرها تسعة تلات اعداد يبقى تسعة في تمانية في سبعة تلات اعداد متتالية اكبرها تسعة تسعة في تمانية في سبعة تاني عشرة لم اربعة اربع اعداد متتالية مضروبة اكبرها عشرة احفظ لي الجملة دي يبعى عشرة في تسعة في تمانية في سبعة طيب تاني خمستاشر لام ستة ستة اعداد متتلية مضروبة اكبرها خمستاشر خمستاشر في اربعتاشر في تلاتاشر في اتناشر في احداشر ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في عشر خد بالك انا مش بكتب الكلام ده كده بنضيع بوقت لقد انا عايز استفاد منه بحاجة مهمة جدا ايه هي بص يا بش تسعة لام تلاتة تلات اعداد ختموا عند مين عند السبعة يعني اوقفت عند سبعة طيب سؤالي بقى عشان نجيب حاجة تانية السبعة دي او السبعة دي او العشرة دي مين دول اللي هو اخر رقم في المضروب اخر رقم في الاعداد المضروبة اخر رقم تقدر تعمل عملية رياضية حسابية على التسعة والتلاتة تطلع لي منهم سبعة هتقول لي مش فاهم هقولك تاني انا عايز اعمل عملية حسابية على تسعة وتلاتة دول اعمل عملية حسابية الحسابية اللي يا زي ايه جامع طرحة ضربة اسمها مش عارف اي كان الكلام ده تعمل عملية حسابية تطلع لي منهم سبعة بس في نفس الوقت العملية دي لما تيجي تعملها مع العشرة والاربعة عشان تطلعها سبعة تنفع ولما تعملها هي هي برضو مع خمستاشر وستة عشان تطلع عشرة تنفع طب مع بعض واحد يقول لي ايه طب تيجي نطرح تسعة نقص ثلاثة تسعة نقص ثلاثة بكان بستة بس دي سبعة هتقول لي طب ما زود واحد نشوف يبقى انا عملت ايه عشان اطلع دي طرحت تسعة نقص ثلاثة اللي فوق نقص اللي تحت وزودت واحد جاب لي ده طب نجربها كده مع التانية هطرح اللي فوق نقص اللي تحت وزود واحد عشرة نقص أربعة ستة وزود واحد سبعة الله فعلا نفعت طب اعملها مع دي اطرح وزود واحد خمستاشر نقص ستة بتسعة زود واحد عشر اهي يبقى كده صح طب هاستفاد من الكلام ده بايه هقولك بص بقى كده خمسة وسبعين لام خمسة وثلاثين هيساوي كام فوق هتقول لي ايه ده هطلع خمسة وثلاثين رقم ده انت كده ده يا جنان هم لتعمل ايه هقولك لا انا عارف اني ببدأ بخمسة وسبعين ارقام متتالية مضروبة في بعضها اكبر خمسة وثلاثين رقم مش ممكن هم لأ اعمل ايه خمسة وسبعين فاربعة وسبعين في تلاتة وسبعين حاسب انت هتمشي حد فين هقولك في كذا 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 هاتلي اخر واحد تعرف هقولك اه ما انت لسه عاملة في اللي فاتت هطرح ده ناقص ده وزود واحد خمسة وسبعين ناقص خمسة وثلاثين اربعين زود واحد بات واحد واربعين يبقى خمسة وسبعين لام خمسة وثلاثين هو ده خمسة وسبعين فاربعة وسبعين في كذا كذا الحد واحد واربعين طيب تاني اه تلاتة وتمانين لام اتنين واربعين هيسوي كام هتقول لي 83 في 82 في نقط عايز اخر واحد هعمل ايه هطرح ده نقص ده وزود واحد 83 نقص 42 يبقى واحد واربعين وزود الكلام ده كله انت بتعمله ليه هقولك تعال بص كده اذا كان 83 لام ره يساوي 83 في 82 في كذا 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 في 35 فان ره تساوي كام اه هي دي بقى انا عايز اوصل لها انا عايز اوصل لحتة دي لم يجيب لي حاجة زي دي 83 لام ره يساوي 83 في 82 في كذا كذا لحد 35 الريه تبقى بكام هقولك عادي مش انا خدت القاعدة الوقتي بتقول لي ايه ان اخر رقم اهي المسألة تاني 83 لم ره بتساوي 83 في 82 في كذا كذا 35 اخر رقم اللي هو ده بيساوي اللي فوق انا مش عايز اقول اسمه الوقتي اللي فوق نقص اللي تحت زود واحد طيب 83 زائد واحد بقت 84 طب ما تخرج الريه دي بره عشان تبقى بالموجب وهات الخمسة والتلاتين جوه مع اخوتها تبقى نقص 35 يبقى ره تساوي 14 نقص 5 9 7 نقص 3 4 يبقى ره بكام 49 يعني الكلام ده 83 لم تسعة واربعين يبقى كده خلصة المسألة يبقى انا فهمت كده الوقتي ان انا عندي اخر رقم ده بيساوي العلم نقص الدليل زائد واحد يبقى هنا علم وهنا دليل العلم نقص الدليل زائد واحد يجيب لك اخر رقم طب الكلام ده برضو هاستفاد منه في ايه هقول لك تاني تعالى بقى الاهم نون لم ري فكها هتقول لي فك دي نون لم ري افكها بالحدود اه زي ما فكنا خمسة لم تلاتة وخمسة عشر لم اتنين والكلام ده كله طب فكها ازاي هقول لك نون في نون نقص واحد ما هي ارقام متتالية في نون نقص اتنين في كذا 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 ايوه في كم بقى اللي هو اخر رقم قلنا العلم ناقص الدليل زائد واحد ده اخر رقم يبقى دي كده القاعدة او القانون بتاع فك نون لم ري يبقى لما اجا اقول لك اوجد مفكوك نون لم ري يبقى انا بقصد الكلام ده مفكوك نون لم ري هيساوي الكلام اللي فوق ده نتفق على الالفاظ اعرف كمان نون لم ري دي بتتفكي ازاي عن طريق المضاريب هقولك طب استنى مش انت فهمت دي طب تعالي هاتلي نون زائد واحد لم اربعة بتقدر تفكها هقولك اه بيساوي كام نون زائد واحد نقص واحد نون نقص واحد نون نقص اتنين انا همشي لحد لا نقص واحد همشي كده على طول لحد فين انا عايز اربع ارقام طب دي واحد اتنين تلاتة اخر واحد نون نقص اتنين خلاص فك نهاك طيب انا عرفت الوقت كده فك ازاي واجيب اخر رقم ازاي والحاجات دي لما يجيب لك المفكوك بتعمل فيها ايه نشوف حاجة تانية قبل ما يشوف بقى الحاجة التانية دي اتعايزين نلم الخطوات اللي احنا قلناها والقوانين اللي احنا قلناها بتاعت ايه المضاريب والتبديل نلمون كده مع بعض ونكتبهم فارقة عشان نشوف الكلام ده مبني عليه ايه بيقول لي هنا كده ايه ازا كان او نقولها لك على طول هون ونقراها عشان مضعش فيها وقت ونشوفها على طول بعده ايه بص يا بش بقول لي ازا كان نون وره لوما العالم والدليل تنتمي الاصد المجابة حيثو نون اكبر منها وسوريه خد بالك ده دي مهمة جدا نون اكبر منها وسوريه دي ده بتحل بيها مسائل حتة ده هي اللي هو الشرط ده بيتفك بتحلي بيه مسائل وهنشوفها نون اكبر منها وسوريه فان نون لم رأة بتساوي ادي صورة المفكوكة هون طبعا ده بينتمي الاصد المجابة الناتج ده عدت صحيح موجابة بيقول لي نون لم نون هيساو مضروب نون اللي هو كام اللي هو نون في نون نقص واحد نون نقص واحد لغاية 3 في 2 في 1 مضروب نون اتفقنا اللي هو حتة التبسيط نون في مضروب نون نقص واحد او نون في نون نقص واحد مضروب نون نقص اثنين كل دي قولين تبسيط طيب نون لم نون اه هي دي بلاجبها انا بالمضريب احنا قلنا نون لم صفر بكام بواحد ونون لم واحد بكام بنون دي ملحوظة تاخد بالك منها لكن نون لمره دي أنا عندي نون لمره بتساوي نون في نون نقص واحد في نون نقص اثنين كده لغاية نون نقص ريه زائد واحد ادي صورة نون لمره صورة تامية للفت بتساوي ايه قال لي بتساوي مضروب نون على مضروب نون نقص ريه يبقى مضروب العلم على مضروب الفرق بين العلم والدليل يبقى مضروب نون على مضروب الفرق بينهم ادي كده يبقى انا كده شفت الوقتي اللي هي بتاعت ايه نون لام ري وتتفك ازاي مثلا لم يجي قول لي طيب انا عندي مثاله سبعة لام نون بيساوي تمنمية واربعين اوجد قيمة نون لا دي بقول لي كمان ايه مش نون اوجد قيمة نون نقص اربعة مضروب نون نقص اربعة سبعة لام نون يساوي تمنمية واربعين هتعمل دي ازاي احنا قلنا عالم ده بداية الاعداد المضروبة تنازليا لغاية ما تديني كم تمنمية واربعين طيب تعمل انت ازاي بقى هو ممسك التمنمية واربعين دي هروح اعملها كده في الحل هقول تمنمية واربعين بتساوي سبعة في ستة واضرب تاني في خمسة هتقول لي طب انا هفضل اعمل كده ممكن اقولك باستخدام الالة اهو سبعة في ستة في خمسة مثلا في اربعة واشوف بكام طلع كام تمنمية واربعين فعلا يبقى هقف لحد الاربعة يبقى في اربعة طيب دول كم رقم اربع ارقام اربع ارقام يعني ده الدليل يبقى ده اللي تحت يبقى ديت الكتب كام سبعة لام اربعة طيب ما انا عندي سبعة لام نون بتساوي سبعة لام اربعة يبقى نون هتساوي كام اربعة نون تساوي اربعة خلصة المسألة جدا واحد يقول لي ملهاش طريقة تانية غير ان انا اعملها كده هقولك طريقتها التانية على الالة تجرب ازاي سبعة لام كزا طب اللام بتكتب على الالة اللي هي ايه اللي هي شفت في قال الالة هي انا عايز اكتب سبعة لام اربعة فبروح كتب سبعة شفت في هتلاقي مكتوبة ان بي ارد يطالك على الالة حرف البي سبعة بي اربعة تساوي تمنمية واربعين يبقى انا عملت سبعة شفت في اللي هو جاب لك الان بي ار رح كاتب لي البي حرف البي اربعة جاب لي على طول تمنمية واربعين طيب ده باستخدام الالة ممكن اجربها وما اكتبش ده اقول له تمنمية واربعين بتساوي سبعة لما اربعة على طول متغير مكتب ده كتبت دي انت كده بتوضح كتبت دي انت كده فاهم اللي اتنين صح طيب حاجة تانية انا جبت نون بكام باربعة هو عايز مضروب نون نقص اربعة اربعة نقص اربعة بكام بصفر مضروب اربعة نقص اربعة بصفر تطلع مضروب صفر بكام بواحد عايزين تاني مثال تاني بيقول لي اذا كان تسعة لان ريه نقص واحد بيساوي خمسمية واربعة اوجد قيمة مضروب ريه زائد واحد طيب تسعة لام ريناس واحد اتفانا قلنا بتعمل ايه هاوريك ازاي على الالة برضو عشان الناس بيحب شغل الالة هتعمل تسعة شفتي فيه انا بجرب الوقت تسعة لام كام تسعة لام مثلا ايه تلاتة انا هكتب اي حاجة يساوي كام خمسمية واربعة ده طلت على طولة هي خمسمية واربعة طب لو كنت كتبت رقم تاني غير التلاتة كتبت اربعة خمسة ستة ايا كان لو طلع كبير اصغر الرقم ده التلاتة فطلعت معي على طول يبقى اقول له هنا كده تسعة لام ريناس واحد بتساوي تسعة لام تلاتة اذن ريناس واحد تساوي تلاتة يبقى ريناس واحد تطلع بكام باربعة طب هو عايز مضروب ريناس واحد يعني بتساوي مضروب اربعة زائد واحد خمسة تطلع مضروب خمسة بكام نشوف دي على الالة برضو مضروب خمسة اهي احنا قلنا ايه خمسة وبعمل شفت وبعدين زرورة بتاع اكس السلب واحد يدينا علامة التعجب يساوي جاب لي 120 يبقى تاني انا عملت ايه خمسة شفت اكس السلب واحد راح عامل لي علامة التعجب يساوي 320 يبقى كده هيساوي 120 يبقى مضروب ريزة واحد ومضروب خمسة طلعب اكام ب120 طيب حاجة كمان إذا كان نون لامر أربعة يسوي أربعة عشر في نون نقص اثنين لام تلاتة اوجد قيمة نون نون لم أربعة يسوي أربعة عشر فيه نون نقص اثنين لم تلاتة أنت عندك هنا كده ممكن فكرتين إما أنك تستخدم تفك نون لم ره أربعة دي إما بالمفكوك أو بالمضريب أنت حر واللي اتنين صح طيب أنا حلها بالطريقتين عشان نشوف كده وكده هنحل الطريقة الأولى اللي هي إيه فك الحدود العادي بالمفكوك العادي نون لم أربعة يبقى نعايز أربع حدود متتالية أكبرها نون يبقى نون في نون نقص واحد نون نقص اثنين نون نقص ثلاثة كده إيه واحد نين تلاتة اربعة هيساوي أربعة عشر فيه نون نقص اثنين لم تلاتة أنا عايز تلات أعداد متتالية أكبرها أهو ماشي يبقى نون نقص اثنين نون نقص ثلاثة نون نقص اربعة عندي علامة يساوي في النص وفيه أقواص متشابهة في الطرفين عندي نون نقص اثنين نون نقص اثنين نون نقص ثلاثة نون نقص ثلاثة رحوا مع بعض فك ده نون في نون بنون تربيع ناقص نون في واحد بنون يساوي 14 هنا 14 في نون ب14 نون نقص 14 في 4 ب56 فيه نون تربيع ونون دخل دي جوه عشان تبقى ايه معادلة مع الدرجة التانية نون تربيع دي هتخش بالسالب سالب 14 والسالب واحد بقى السالب 15 نون دي هتخش بالموجة يبقى زائد 56 سوى صفر حل نون تربيع نون في نون 56 كان في كم ضربهم 56 جمعهم 15 سبعة في تمانية طبعا اشارتين بالسالب زي الاوسط يبقى نون تطلع بسبعة او نون تطلع بتمانية يبقى انت عندك كده قيمتين للنون نون لما اربعة ممكن تمشي سبعة وممكن تمشي تمانية يبقى هنا كده الحل التاعي للتنين تمانية او سبعة طيب مثال تاني بولي اذا كان نون في مضروب اتنين نون قص واحد بيساوي اتناشر اوجد قيمة نون اه جينا بقى هنا مشكلة وحتة فنية صغيرة اولا عشان ادخل دي جوه زي ما اتفقنا هدخل نون جوه لازم اللي جوه دي يكون اقل من اللي بره بواحد لازم دي يكون اقل من دي بواحد طب نون اقل من اللي بكواحد كام اللي هي نون نقص واحد مش اتنين نقص واحد ده المعامل هنا نون واحد هنا اتنين مختلف طب لو خرجنا دي طب اخرج دي وهوصل لحد فين ما لهاش حل لا لها حل ايه المشكلة عندي طب ايه رأيك لو ضربنا طرفي المعادلة في اتنين بضرب طرفي المعادلة في اتنين شوف كده يحصلين هنا بقت اتنين نون وهنا بقت اربعة عشرين طب بعد ما ضربته في اتنين دي اتنين نون دي اتنين نون ناقص واحد يا دي اقل من دي بواحد اه جات فكرة ايه ان دي يخش جوه يبقى هنا اصبحت مضروب اتنين نون كده ممكن لكن المعامل المختلف ما ينفعش طيب كل ده بيسوي كام اربعة وعشرين طيب مضروب هو انها فك دي بقى مضروب ولا اعمل ايه هقولك لأ حاول توصل الاربعة وعشرين دي انها تبقى مضروب حاجة طيب اجيبها مضروب حاجة ازاي هقولك ابتدي انا هعملها كده وكده برضو فك دي واحد بابتدي بواحد في اتنين في تلات هتقول لي ليه بديت بالواحد مش انت عندك المضروب دايما بيختم في الاخر بواحد انا هجيبها بالعكس هضرب واحد في اتنين في كذا في كذا لحد ماقف عنده رقم يديني الاربعة وعشرين يبقى هو المضروب بتاع الرقم ده طيب واحد في اتنين باتنين في تلاتة بستة دول بستة فاربعة باربعة عشرين هقف يبقى ده بيساوي مضروب اخر رقم وصلتله اربعة يبقى مضروب اتنين نون بيساوي مضروب اربعة اذا من خواص المضروب يبقى اتنين نون هتساوي كام اربعة اقسم على اتنين نون تطلع باتنين يبقى انا كده عملت المسألة بتاعتي كان فيها مشكلة هنا في النون المعامل مختلف وروح تتعامل ايه روح تضرب دي في اتنين عشان يبقى المعامل ده مساوي لده انا مش بضرب اعتباطا اي حاجة انا بضرب في رقم يخليل المعامل مساوي للمعامل هنا عشان اقدر اتعامل معا طيب مسألة تانية نكبرها شوية بيقول لي ايه اذا كان اتنين نون ناقص واحد لام ستة بيساوي خمسين اربعين لخمس تلف واربعين اوجد قيمة نون اوجد قيمة نون اه هنا بقى اتنين نون ناقص واحد لما كان العالم اللي فوق معلوم كنت ببدأ به تسعة في تمانية في كذا لحد ما اجيب الرقم لكن عايز ستة ارقام متتالية خدت بالك اكبرهم كم مش عارف عشان يدينا الرقم ده ايه فكرتك بقى فكرتي هي استخدام الالة هعمل ايه انا عندي العالم اللي فوق مجهول اللي هو بيكتب قبل اللام يبن هكتب اي رقم بس لازم الرقم اللي فوق ده يكون ايه اكبر من ستة طيب الرقم اللي فوق ده كله على بعضه كده هتختاره كام هقول مثلا اختار اكبر من ستة وليكن سبعة هتقول لي دوريه بقى قوي اشوف طيب سبعة لام اللي يا شفتي فيه ستة سبعة لام ستة بكام ده طلع هي برضو على طول خمسين اربعين يبقى عندي هنا هقول له اتنين نون نقص واحد لام ستة بتساوي سبعة لام ستة طيب الدليل المتساوي بقى العالم بيساوي العالم يبقى اتنين نون ساوي كام سبعة طلع دي برة اتنون تطلع بتمانية ايه اسم على الاتنين نون تطلع بكام باربع خلصة المسألة مسألة بسيطة جدا طيب مسألة تانية بولي اذا كان مضروب نون نقص تلاتة على مضروب طرفين وساطين عشان اسهل الامور شوية طرفين وساطين يبقى نون نقص اتنين يتضرب في ده ومضروب تلاتة يتضرب في ده جميل طب بعد كده اولا ده من غير مضروب نون نقص اتنين بلمحة بسيطة وسريعة جدا كده نون نقص اتنين نون نقص تلاتة ده اكبر من ده بواحد او ده اقل من بره بواحد يبقى ده يخش جوه يبقى اصبحت مضروب نون نقص اتنين اللي هو الكبير طب يساوي طب انا خلتي اللي اتنين دول مضروب واحد طب دول مضروبين اعمل فيهم ايه برضو خد بالك كده مضروب تلاتة بيساوي كام تلاتة في اتنين في واحد يطلع بكام ستة يعني ممكن اقولك ان دي تعتبر ستة في مضروب خمسة اللي هي طب انا عندي الستة اكبر من خمسة تبقى مضروب ستة اصبح مضروب بيساوي مضروب يبقى نون نقص اتنين بتساوي ستة طلع الاتنين برا نون تطلع بكام بتمانية وكده خلصت المسألة تاني مع المضروب والتبديل بيقول لي اذا كان تلاتة نون ناقص خمسة لم خمسة يساوي الفين خمسمية وعشرين اوجد نون اتفقنا اللي فوق لازم يكون اكبر من او يساوي اللي تحت تلاتة نون ناقص خمسة لازم اكبر من او يساوي خمسة لازم كده طب عشان انت تفترض الرقم ده هتفرضه كام خمسة او ستة او سبعة زي ما انت عايز طيب برضو استخدام الالة هقول طيب اختار الخمسة خمسة لام اللي وشفت فيه خمسة طلع بكام بمية وعشرين لأ هاروح عامل ايه هغير الخمسة اللي في الاول بدل ما خمسة خليها ستة كام طلع سبعة ومية وعشرين ده اللي عايز كام الفين خمسمية وعشرين طيب اغير الستة اخليها مثلا تمانية كام ستلاف سبعة ومية وعشرين لا ده اللي عايز الفين يبقى هنزل مثل الثمانية دي تخليها كام سبعة جرب كده طلعت بكام فعلا الفين خمسمية وعشرين يبقى سبعة لام خمسة يبقى هقول هنا تلاتة نون ناقص خمسة لم خمسة يسوي سبعة لم خمسة يبقى عندك هنا العالم بيسوي العالم والدليل بيسوي الدليل يبقى تلاتة نون ناقص خمسة بيسوي كام سبعة طلع دي برة الجمعة بقى تلاتة نون بتسوي اتناشر اقسم نون تطلع بكام باربعة وانا هقعد في الامتحان اجرب ستة او سبعة وتمانية والكلام ده اقول له يا سيدي ده انت ده انت في اول مسألة لما تتضرب يوم واتنين وشهر واتنين لحد اخر السنة عندك تمن شهور ولا تسعة شهور اكيد مليون في المية الرقم ده يعدي عليك يجيس التلاف مرة فخلاص هتلاقي نفسك ايه بيتعرفه بقت سهلة وحتى الاجراء نفسه هيبقى سهل بالنسبة لك اجراء الالة لكن ما ديش من اول مسألة وتقول لي ده ده طويلة اوي لا اسأل الكلام ده لما تتضرب الاول تعال اشوف المسألة الغريبة دي بولي اذا كان نون ناقص اربعة لم تسعة بيساوي نون ناقص اربعة لم تسعة اوجد قيمة نون ايه ده نون ناقص اربعة لم تسعة بيساوي نون ناقص اربعة لم تسعة طويلة هي هي اه مسألة طلع عن نون دي كان طيب هتقول لي طبعا هقولك العالم بيساوي العالم بيساوي دي طويلة طويلة هي هي هاعمل ايه هقولك ما فيش قدامك الا فكرة واحدة في المفهوم ده اللي هو مين اللي احنا قلنا من شوية في المثال اللي فات ان دايما العالم اكبر من او يساوي الدليل بما ان نون ناقص اربعة اكبر من او يساوي تسعة لازم ده الحل الوحيد اللي قدامي طلع دي برة يبقى نون اكبر من او يساوي كام تلاتاشر تبقى نون بكام هقولك يبقى نون بتساوي مجموعة ارقام بديتهم تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر وكذا كذا كذا يبقى هنا السؤال اوجد قيمة نون ممكن يقول لي اوجد قيم القيم الممكنة لنون يبقى انت عندك انا مش قيمة واحدة دي مجموعة غير منتهية من القيم كلها تصلح انها تخلي الطرف الايمن يساوي العيسر طيب نعكس لو قلت هلك بقى العكس قلت لك طيب تسعة لام نون اقص اربعة يساوي تسعة لام نون اقص اربعة ها اوجد قيم نون خلاص بقى منتعرفت الفكرة هتعمل ايه هتقوله بما ان تسعة اكبر من او يساوي نون نقص اربعة ودي الاربعة هناك يبقى نون والعالمة كده دي هتروح بالموجة بتسعة زياد اربعة كان تلاتاشر المرة دي بقت النون ايه اصغر من او تساوي يبقى نون هتساوي مجموعة الارقام واحد واثنين تلاتة كده لغاية كان تلاتاشر دي مجموعة الحل بتاعتي يبقى انا شفتها كده لما مسأل الطرف الايمن هو هو نفسه الطرف الايصر هتقولي طب ما ده بيساوي ده هتعمل فيها ازاي ده المبدأ او الحل او الفكرة الوحيدة والمدخل الوحيد بتاعنا ان العالم اكبر من او يساوي الدليل يا ترى كده التبديل عامل ايه معاكم يعني احنا اخدنا مجموعة كبيرة جدا من المسائل طب نشوف برضو فكرة تانية في التبديل بيقولي اذا كان اتنين واربعين لام اتنين ريه زائد اتنين الى اربعين لام اتنين ريه زائد واحد يساوي ميتين سبعة وتمانين على اربعة اوجد قيم ريه او قيمة ريه اتنين واربعين لام اتنين ريه زائد واحد اعزائي ده اتنين الى اربعين لام اتنين ريه زائد واحد يساوي الرقم ده هتعمل ايه في الحاجات دي طبعا تقولي بقى عشان افك هنا حدود والكلام ده مش هتيجي طب نعملها ايه ما انا قدامي حاجتين في ده اللام تبديل فكه حاجتين اما المفكوك الطويل ده او المضريب فك حدود ما ينفعش ما قداميش على مضريب طب خلاص ماشي ايه الحال خد بالك دي ايه لا يعني ده علا ده طب فكه دي الاول هيبقى بيساوي كامل مضروب الفوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت ناقص اتنين ريه ناقص اتنين ايه لا علا مضروب اللي فوق على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت اربعين ناقص اتنين ريه ناقص واحد يساوي اتنين تمن يسار على اربعة هالب العالة فيه واقلب اللي وراها وفي نفس الوقت دي هتنزل تحت طب ما تيجي نبسط دي بالمرة يبقى اتنين واربعين تخرج لسه مش هتش بيدي في واحد واربعين ماشي في مضروب اربعين طيب واللي تحت اتنين واربعين ناقص اتنين بقى اربعين اهو ناقص اتنين ريه فيه هقلب اللي وراها دي تنزل تحت اللي فوق اربعين ناقص واحد بقى تسعة وتلاتين ناقص اتنين ريه هيساوي الرقم ده 287 لاربع مضروب اربع رقم فاضل هنا 40 نقص 2 ري 39 نقص 2 ري 40 أكبر من 39 بواحد ده كبير خرج منه 1 طيب هعملها برضو شرط الكسر واحد 42 في 41 مضروب 39 نقص 2 ري تحت هخرج دي برا تبقى 40 نقص 2 ري يتبقى جوه اللي أقل منه بواحد لو 39 نقص 2 ري يساوي الرقم ده 39 نقص 2 ري مضروب راحت يتبقى لك الأرقم دي هتقول لي طرفين وسطين ما هو ده الحل الوحيد طيب طرفين وسطين يبع عندي 40 نقص 2 ري في الرقم ده هيساوي 42 في 41 في 4 يطر رقم ده يقبل نجرب كده عندك هنا 4 في 41 في 42 على 287 بيسوي كام طلب 24 يبقى كده 40 نقص 2 ري هيساوي 24 طلع 2 ري النحط تاني بالموجب 20 بقى 40 نقص 24 هنا 16 هيساوي 2 ري اقسم ري تطلع بكم بتمنى مسألتنا بسيطة جدا بس عايزك المسألة ايه تمشي بالراحة واحدة واحدة في المسألة ما تستعجلش والمسألة تمشي معك بكل هدوء طيب حاجة تانية بقول لي اذا كان نقص ري لام 2 90 الله ده جاب لي مجهورين في العالم فوق طب نشوف جزء تاني و نون زائد ري لام 2 يساوي 380 ايه وجد نون وري ايه ده بقى نون نقص ري لام 2 بتسعين طب يا ترى نفك دي حدين اجيب حدين ولا عمل ايه ولا عمل دي تبديل ولا ايه بالزبط طبعا فكرتها الوحيدة انك تعمل دي هي كمان تبديل رقمين متتاليين عشان عملهم تبديل طب هقول له ايه بقى نون نقص ري لام 2 بتساوي التسعين تسعة في عشر اكبرهم لما تيجي تسعة في عشرة عايز تعملها في صورة تبديل هتساوي ايه اكبرهم لام عددهم اكبرهم لام عددهم خدت بالك اكبرهم مين عشرة لام عددهم كام اتنين يبقى انا كده حاولتها الى تبديل يبقى اي ارقام مضروبة متتالية عايز تخليها في صورة تبديل اتبع القعدة دي اكبرهم لام عددهم طيب اكبرهم عشرة لام عددهم اتنين يبقى دي هعملها كده عشرة لام اتنين الدليل بيساوي الدليل يبقى العالم بيساوي العالم يبقى نون نقص ري بتساوي كام عشرة دي المعادلة الاولى نفس الفكرة التانية هناك نون زائد ري لام اتنين هقوله نون زائد ري لام اتنين هيساوي تلتمية وتمانين انا عايزهم عددين عددين متتلين هتقول لي كام طب الصفر ده بيمثل عشرة التمانية وتلاتين اتنين في تسعتاشر خد الاتنين مع العشرة بقى عشرين في تسعتاشر متتلين صح كده يبقى دي عشرين في تسعتاشر اكبرهم لم عددهم يبقى هتساوي عشرين لم اتنين يبقى نون زائد رهب تساوي كام عشرين دي المعادلة التانية قادي المعادلة الاولى قادي المعادلة التانية عايزين نحلهم مع بعض عشان اطلع النون والريه طبعا واضح جدا ان لو جمعت رهب تروح مع بعضها يبقى اتنين نون هتساوي تلاتين يبقى هنا بالجمع اتنين نون هتساوي تلاتين تطلع بخمستاشر عوض في اي وحدة وليكن في التانية خمستاشر زائد رهب تساوي عشرين طلع دي ودخل ايه طلع الخمستاشر برا رهب تطلع بخمسة يبقى نون بخمستاشر ورهب كام بخمسة برضو مسألة بسيطة جدا بس فكرة انك تعمل ايه معادلتين طب واحدة كمان نون لم ره بتساوي الرقم الوحش ده ستين ربعمية وتمانين ومضروب ره بيساوي سبعمية وعشرين اوجد نون وره اوجد نون وره هنا فيه مجهولين هنا فيه مجهول واحد ثم تبتدي دايما باللي فيها مجهول واحد هبتدي بدا طيب الحل مضروب ره بيساوي سبعمية وعشرين طب ما نعايز تخلي ديها كمان في سورة مضروب يا اما تجرب بالآلة او تمشي زي ما عملنا واحد في اتنين في تلاتة لغاية ما توقف عند رقم حصل ضرب يطلع سبعمية وعشرين عايز تجرب بالآلة اهي جرب خمسة شفت اكس السلب واحد لو مضروب خمسة بيساوي كان مية وعشرين لا انا عايز سبعمية وعشرين كبر الخمسة هجم سحي الخمسة يخليها ستة يساوي سبعمية وعشرين فعلا مضروب ستة يبدأ بيساوي مضروب ستة يبريه تساوي كان ستة ادي اول حاجة تعال عوض هنا يبقى نون لام ستة بيساوي الرقم ده ستين ربعمية وتمانين هجرب دي ازاي انا عايز ستة ارقام متتالية قلنا نون اكبر من او تساوي ستة ثم تجرب برضو النون بكم مثلا هجربها مثلا عشرة عشرة لام اللي شفت فيه ستة يساوي كام طلعت كبيرة مية واحد وخمسين الف ومتين لا دي كبيرة انزل بالعشرة شوية خليها مثلا تمانية تمانية لام ستة طلعت كام عشرين مية وستين لا اطلعتاني اخليها تسعة اهي طلعت بكم ستين ربعمية وتمانين كده مصبوط يبقى تسعة لام ستة الدليل بيساوي الدليل يبقى العالم بيساوي العالم نون تطلع بكم بتسعة يبقى انا كده جبت ايه عندي مسألة فيها معلومتين المعلومة الاولى فيها مجهولين والتانية فيها مجهول واحد ابتدي باللي فيها مجهول واحد وبعد كده اروح ايه اجيب واحد منهم اعوض في التانية واشتغل عادي طيب مسألة كمان بقول لي اذا كان نون لامري بص المسألة دي بقى بتساوي ايه بتقول لك ايه ميتين وعشر نون لامري بميتين وعشر اوجد قيم كل من نون وري الممكنة ايه ده المسألتين اللي فاتوا كان فيه مجهولين فيه معادلتين طيب دي مجهول واحد اقصد معادلة واحدة فيها مجهولين وانت عارف ان قاعدة الحل بتقول ان عدد المعادلات لازم يتساوي مع عدد مجهيل يعني لازم معادلتين او معلومتين على الاقل طيب دي معلومة واحدة هتعمل ايه هقول لك بقى طبعا انت عندك هنا النون لامري دي عدد صحيح موجب اللي هو الميتين وعشر تقوم تمسك الميتين وعشر دي بقى هي اللي تبتدي تفصصها حاصل ضرب اي شوية ارقام يدوك ميتين وعشر شوية الارقام دول بقى ايه هم زي ما انت عايز بس المهم ارقام متتالية ارقام ايه متتالية طب تعال نجرب مع بعض اول فكرة الميتين وعشرة بتساوي متين وعشرة في واحد صح طيب واحد يقول لي متين وعشرة بتساوي هفصل الصفر دي بقى عشرة فيه الواحد وعشرين تبقى ايه اهي طب تعال هنا العشرة اتنين في خمسة والواحد وعشرين تلاتة في سبعة انا بفككها كلها يا ترى تقدر تعمل لي من دول مجموعة عدد متتالية هقول لك ماشي نشوف كده كان لو الاتنين خدنا مع التلاتة تبقى ستة يبقى دي بتساوي خمسة في ستة في سبعة صح خمسة واتنين في تلاتة بستة ودي السبعة عايز اعملهم تبديل اكبرهم لم عددهم اكبرهم كام سبعة لم عددهم بكام بتلاتة يبقى من هنا ممكن اقول لك ان نون بسبعة وره بكام بتلاتة يبقى دي اول حاجة نون تساوي سبعة وره تساوي تلاتة ادي اول فكرة طب فيه تاني والله نجرب طيب اجرب ولا سيبها لك طب انا هسيب دي لساعدتك جربها تاني ماشي طيب ممكن اعملها لك في اللي انا قلتها دي اللي هي ميتين وعشرة لم واحد تطلع بميتين وعشرة يبقى نون بميتين وعشرة وره بكام بواحد نون بتساوي ميتين وعشرة وره بتساوي واحد ادي كمان حل هسيب لك انا بقى تجربة الكلام ده جربه انت مع نفسك تاني وشوف لو قدرت تعمل اي نواتج تانية لنون وريه يبقى نشوف مع بعض الحلقة اللي جاي بإذن الله وتقول لي امتى وصلت الفين طيب احنا كده طبعا ايه حاولنا نقول التبديل وخلصنا مادة العد والتبديل بالامثلة بتاعتها على قد ما قدرنا وعلى قد الحلقة ما خدت وطبعا نتمنى من ربنا يا رب نكون ان احنا ايه قدرنا نوصل مع بعض ان انت تبقى فهمت التبديل كويس وعلى وعد باللقاء اخر ان شاء الله اذا كان في العمر بقية بإذن الله هنتقابل مرة تانية وهنبتدي نحاول بقى مغير مرة جبر ومرة هندسة فراغية عشان الفراغية محتاجينها في الاستاتيكا فمحتاجين نخدم زميلنا في الاستاتيكا عشان نشوف الفراغية والضرب الاتجاه والقياسي والنقطة ومكانها بنشكركم على حسن المتابعة وعلى وعد باللقاء اخر ان شاء الله نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته